اشتركوا في القناة ان شاء الله اليوم راح نتكلم عن درس جديد بانواع المجاهر طبعا تنقسم المجاهر الى اقسام كثيرة جدا اول قسم هو الميكروسكوبات التي تقع تحت مجموعتين المجهر الضوئي طبعا هذا المجهر يتعدد انواع وخصائص وحجم واحد راح نذكر انواع من المجاهر الضوئية المتطورة المجاهر المقلوبة لديها القدرة على اكتشاف الخلايا الجنينية وفحصها على مستوى البوايضة والحقن النووي ايضا المجاهر الرقمية مندمجة بالضوء كل المجاهر تقريبا تحتاج الى الضوء علشان تشوف العينات بشكل عدق وايضا المجاهر الضوئية العادية البيولوجية تقدر تحتاج الى ضوء كبير جدا ورح نشرح هذا المجاهر الضوئية طبعا الميكروسكوبات الضوئية توجد منها انواع مثل ما تكلمنا وتتردرج من الانواع البسيطة التركيب حتى الانواع المعقدة ذات التركيب وتعتمد هذه الميكروسكوبات او المجاهر على اساس على استخدام العدسات مع ضوء الشمس او ضوء الكهرباء او ضوء اللمبة اللي داخل المجهر او على مصدر ضوء مرئي وهذه المجاهر او الميكروسكوبات موجودة في كل مكان والشائعات الاستخدام في تدريبات البحوث او التدريبات العملية لطلاب المعامل في كلية الطب او كلية العلوم او كلية الزراعة ايضا في انواع تعتمد على ميكروسكوب ضوء يعتمد على اضاءة خارجية وايضا ميكروسكوب ضوء يعتمد على مصدر اضاءة داخلية الى هنا انتهى الدرس كان معكم الباحث خالد من سعود الحليبي ان شاء الله راح نتكلم في الدروس القادمة عن انواع المجاهر الاخرى ومميزاتها ان شاء الله اشتركوا في القناة